أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث من كرسل سكال واللي هنتكلم فيه عن مفصل الـ TMG اللي هو Temporomandibular Joint المفصل اللي بيسمح بالحركات الضرورية للمضغ من حيث التكوين العظمي لمفصل الـ TMG فبيتكون نتيجة اتصال الكونديوليد بروسس الموجود في المانديبل بالمانديبلار فوسة الموجودة في الـ Temporal Bone وبيكون موجود قدامهم بروس اسمه Articular Eminence of the Temporal Bone بيمنح حركة الكونديوليد بروسس للأمام مفصل الـ TMG زي أي مفصل بيحتوي على كرس مفصلي اللي هو Articular Disc وعادة بيطلق عليه اسم منيسكاس والمنيسكاس موجود بينكلا من الكونديوليد بروسس والمندولار فوسة ووظيفته هو امتصاص الصدمات أثناء حركة الفك السفلي الـ Articular Disc بيحتوي على حزام أمامي وحزام خلفي Anterior Band وبosterior Band الـ Anterior Band بيتصل باللاترال تريجويد مصل والحزام الخلفي للمينسكاس اللي هو بosterior Band بيحتوي على ألياف بتتصل بكل من الـ Temporal Bone والجانب الخلفي من الكونديوليد بروسس الـ Articular Disc مش متصل بقوة مع المنديولار فوسة بل بالعكس هو بيتحرك للأمام مع الكونديوليد بروسس أثناء حركة الفك السفلي لذلك بيبقى في مجموعة أربطة بتحافظ على ثابات واستقرار الـ Articular Disc عندنا أول لجامنت هو الـ Temporal Mandibular Ligament أو Lateral Ligament بيحافظ على الاستقرار الخارجي للـ Articular Disc فبنلاحظ أنه بيمتد من الـ Articular Eminence والـ Zygomatic Process of the Temporal Bone لحد ما يتصل بالجانب الخلفي لـ Condyloid Process والـ Articular Disc وغير وظيفة المحافظة على الاستقرار الخارجي للـ Lateral Ligament برضو بيحد أو يقيد حركة المفصل للخلف ومن ضمن الأربطة المهمة الموجودة في مفصل الـ TMG هو الـ Collateral Ligament وهما الـ Medial والـ Lateral Collateral Ligament ومع العلم أن الصورة دي تبقى Cronal View الـ Medial Collateral Ligament بيوصل الجانب الداخلي للـ Articular Disc بالجانب الداخلي للـ Condyloid Process والـ Lateral Collateral Ligament بيوصل الجانب الخارجي للـ Articular Disc بالجانب الخارجي للـ Condyloid Process مفصل الـ TMG محاط بمجموعة عضلات بيطلق عليها جميعا اسم عضلات المضغ Muscles of Mastication وهما أربع عضلات Temporalus Muscle Mastar Muscle والـ Trigoid Muscle وهم الـ Medial Trigoid Muscle والـ Lateral Trigoid Muscle نبدأ بالـ Temporalus Muscle واللي بتكون مروحية الشكل والـ Temporalus Muscle بتنشأ من الـ Temporalus Fossa وبتمتد إلى الـ Chronoid Process والـ Anterior Remus of the Mandible يبقى الـ Origin بالنسبة للـ Temporalus Muscle هو الـ Temporalus Fossa والـ Insertion هيبقى الـ Chronoid Process والـ Anterior Remus of the Mandible ووظفتها هي رفع الماندبل أثناء المضغ أما العضلة التانية والـ Aqua وهي الماستر مسل فبتنشأ من الزيجوماتيك أرش ممتدة إلى الـ Remus والـ Angle of the Mandible فبيبقى الـ Origin بالنسبة للماستر مسل هو الزيجوماتيك أرش والـ Insertion هو الـ Remus والـ Angle of the Mandible ووظفتها أنها بتشارك التمبراليز مسل في رفع الفك السفلي والعضلة التالتة وهي الـ Medial Trigoid Muscle واللي بتنشأ من السطح الداخلي للـ Lateral Trigoid Process واللي اتكلمنا عنه في الجزء الخاص بالـ Sphoonide Bone بتمتد بعد كده لتصل بالـ Remus والـ Angle of the Mandible فيبقى الـ Origin بالنسبة للـ Medial Trigoid Muscle هو الـ Lateral Blade of the Trigoid Process والـ Insertion هو الـ Remus والـ Angle of the Mandible والعضلة الرابعة والأخيرة من عضلات المضغ هي الـ Lateral Trigoid Muscle واللي لها رأسين الرأس الأعلى بتنشأ من الـ Sphoonide Bone والرأس الأسفل بتنشأ من الـ Lateral Blade of the Trigoid Process وبتمتد لـ Condoleid Process of the Mandible وظيفة الـ Medial Trigoid Muscle هو غلق الفك والـ Lateral Trigoid Muscle وظيفتها فتح الفك واللي اتنين مع بعض مسؤولين عن طحن الطعام عن طريق تحريك الفك السفلي من جانب لآخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر